المسافرين الوافدين إلى المغرب من البلدان الموبوءة تم أمس فحص شاب غيني يبلغ من العم 16 سنة دخل إلى المغرب يوم 11 دجمبر الجاري لمتابعة دراسته بأحدى المدارس العاتقة بنواحي أغادير وتبين من خلال التحاليل المخبرية أنه غير مصاب بفيروس إبولا وجددت الوزارة بالمناسبة دعوتها لبعض المنابر الإعلامية للتأني في نشر الأخبار المتعلقة بأمراض خطيرة كمرض إبولا من أجل تجنوب الإشاعات التي من شأنها نشر الخوف والهلع داخل المغرب وتغليط الرأي العام الوطني والدولي حول وضعية السلامة الصحية بالمملكة